وبعد سنتين عانى فيهم النادي من أثار صورة 1919 جات سنة 1921 السنة دي شهدت أحداث كتير مهمة ازدهار في أنشطة النادي وزيادة في مساحته وقطار تمصير الرياضة المصرية انطلق بلا توقف بدأ النشاط يرجع لكن ببطء وتقرير حالة النادي عن عام 1921 واللي ألقاه سكرتير النادي فؤاد بيك أبازة في الجامعية العمومية المنعقدة يوم 20 يناير 1922 ذكر القادي سافر فريق كرة القدم إلى بورسعيد وتبارى مع الفريق المنتخب هناك منتخب من قدية بورسعيد فلم يتغلب أحد على الآخر يعني المباراة انتهت بالتعادل ثم سافر إلى أسيوت واحتفل هناك احتفالا فخيما للغاية وعاد مكللا بالفوز ونفس الأمر عملوا فريق التنس اللي سافر أسيوت ولعب مع فريق أسيوت مساحة النادي الأهلي عند تأسيسه كانت أربع فددين وتمن قراريت وسبعتاشر ساحة وفي منتصف عام 1921 استلم النادي قطعة أرض جديدة وجيف الجامعية العمومية للنادي القاتي فبعد مخابرة مصلحة الأملاك الأميرية قد صار استلام قطعة أرض جديدة غرب النادي مساحتها نحو الأربعة فددين ولأنها كانت منزرعة أشجارا ونباتات مختلفة فقد اكتص بعضها ووضع ضربزين خشب على حدودها وإعدادها لتكون ملعب كرة آخر تام الأبعاد وازداد الملعب الحالي ببعض ياردتين يعني حوالي ياردتين الصيغة كده عن المسافات اللازمة للأبعاد الدولية الرسمية وبوجود هزين الملعبين يتمكن النادي من السماح لبعض فرق الكرة باللعب في النادي مقابل رسوم يتفق عليها الأرض اللي ضمها النادي كانت بالزبط ثلاث فددين واحد وعشرين إرات وثمانتاشر سهم ترجمة نانسي قنقر